اشتركوا في القناة كيفك نادر؟ معلش نحكي شوي؟ ايه لش لا؟ منحكي؟ بخاطرك، شوفك تفضل؟ خير يا حضرة الوكيل بس نحنا دائماً منحكي بالحارة وبالبيت متل الأخوة وأكتر مو بالسيارة؟ الوضع خطير سليم وما بينحكي بالبيوت وفيه كم سؤال بدي اسألك ياهن كمان تفضل عم اسمعك انت وين كنت ليلة قاتل عماد؟ حضرة الوكيل هلأ هيك صرتوا تحققوا كمان؟ يعني طلبني على المحكمة ووقتها بيجي ومعي المحامي تبعي لك سليم، الوضع مو متحمل عم تفهم؟ حاول تقدر هالشي لما عماد مات، في اسماء جديدة انكشفت فهمت علي؟ خلينا نقول انه سعيد تزوج جيبة لا ينقذها طيب انت ونادر شو؟ ايه؟ وبعدين؟ كمل يعني لا تخلي سلطة سعيد تقضي عليك انت صار معك مصاري ما هيك؟ أمير أعطيني من الآخر شو بدك؟ معلومات آه معلومات انت لو تحكي انا مستعد خلصك من هالشغلة الوسخة امير انا ما بيع سعيد بنوب بسمحلك تختفي ومعك الستة مليون دولار لانه عماد حكى كل شي قبل ما ينقتل عن هذا المبلغ وليك، نهاية الموضوع ما عادت هي السجن القبر يا سليم اشتركوا في القناة 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 ماذا咪ك Ridam شكراً تعي داليا تعي أهلين وسهلين تعي فوتي شكراً بس بنتي بدك ما تواخذيني كنت عم نظف والبيت قايم قاعد معقولة خالة شو هل حكي؟ تعي قادي هون العروس ما لهون؟ يعني وصلك خبر هالبشارة كمان اي وصلني لبناء يلي قالتلي يعني من وين طلعوا بشغلة هالزواج خالينا ريمان؟ شو عم تعمل هالبنت؟ انا شو بيعرفني يا داليا؟ انا متلك ما عم بستوعب هالموضوع وكتير تفاجأت فيه والله وانا يلي ما عم بستوعب هالشغلة قبل هيك سكتنا وقلنا بتحبه وبتعشقه بس هلأ مو حلوة بحق لبناء البنت كانت بده تطلع من البلد مع سعيد يعني هذا ظلم بحقه وانتي ليش ما بتحكي مع بنتك كمان؟ مو على أساس سعيد مالو ثقة؟ وكنت مو قابلة انتي صاح؟ هلأ شو اللي صار؟ لأنه صار غني ما هيك؟ على هالحكي يعني واضح إنك مانك إمتلي لا تقولي حكي فاضي داليا لك أنا إذا ما تدولي الأرض ذهب وألماز برأيك بقبل حدا يأذي شعره من بنتي وأنا عم شوفه وظل ما أتحرك ولا أعمل شي؟ ها؟ هاد اللي صار؟ يعني هنن أجبروني على هالشي أنا بتزور لحتى قبلت شو أعمال؟ جبروكي قلتي ايه؟ كيف يعني؟ على أساس ما بتعرفي؟ لا تمسلي علي داليا انتي أكيد بتعرفي بالموضوع لا ما بعرفه معقول ما بتعرفي؟ لك داليا فهمي وخلصيني بقى هادا سعيد ضحك على بنتي يلهاب لأ الله يصطفل فيه لك شو هاد؟ يعني يا داليا عمل مع بنتي هيبة نفس اللي عمله بلوبنا بالضبط فهمتي شو القصة بقى؟ أوف بس هون في فرق لحمد الله إنه قال بدو يتجوزها للبنت كمان وما رح نبقى مع الولد ما نعرف شو بدنا نعمل والله شلشتيني رح قوم أعمل كاستين شاي وبعدين منكمل حكي خير شو قالك أمير؟ يعني نادر نفس الحكي بتعرفه الأمير قال اقنعوا لسعيد يعقل وقلوا يبعد عن هذا التنظيم بقى حكي فاضي يعني سكر المحل لك بدنا نروح مشوار يلا يلا لماذا جبتني لهم سعيد؟ لأن هذا بيتك وفرجته من كل شي، شوفي إذا في شي نايس البيت حلو كتير بس مو كبير علينا كتير؟ لا هي با، تعرفي رح يصير يجي لعنا ضيوف مهمين، خديه وخدي هاد، اليوم اشتري فصة عنارس يسلم وسعيد ما بدي، خلال اسبوعين رح يخيطوا لييا بمحل ما كنت عمشتغل هبا، أنا ما بدي تثاميني غلط، يلا خديه لشوف، بكرا رح نتزوج كيف بكرا؟ أنت أكيد طاقة عقلك سعيد يا الله، أنا شو اللي يعلقني على علاء؟ لا، ما اتفقنا على المكان، ولا على قائمة المدعوين، طيب، بل كيفي إلي أرايبين وبيدي أعزمون أنت، لا لا، مفكرة أنه هذا الزواج زواج طبيعي ما هيك؟ هم؟ هي با اسمعيني منيح، ليكي بكرا نحنا رح نتزوج ببيت حقي بيك وقدام الناس يلي هو عزمون على العرس، عم تفهمي؟